مرحبا بكم من جديد إذن نلتقي اليوم مع موضوع المسرح بعنوان ملحمة المغاربة للمستوى الخامس مرجع الجديد في التربية الفنية إذن على بركة الله نبدأ حصتنا إذن خلال هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف القراءة الإيطالية والقراءة الأمريكية ثم أيضا سنتعرف كيف نطبق مسرحية من خلال هذه العناصر وهي التموقع والحركة ثم سنتعرف أيضا على القراءة الإيطالية ثم التعبير الجسدي ولعب الأدوار ثم سنتعرف أيضا على الإقاع والرقص والحوار والإنشاد لتطبيقي مسرحية إذن أول شيء لاحظوا معي هذا المشهد لاحظوا كيف يقف الأطفال على خشبة المسرح وكيف يتفاعلون من الجهة اليمنى نحو الجهة اليسرى لاحظوا تموقع كل طفل إذن لأننا سنصل بخط الأسئلة وأجوبتها إذن بعد الملاحظة أصدقائي إذن أليف تقفوا الممثلة وظهروها إلى الجمهور هل في نظركم تموقع خاطئ أم تموقع صحيح؟ نعم جواب نعم حسن جدا فهذا تموقع خاطئ ثم الفتاة ترقص في منطقة مظلمة كما تلاحظون في الصويرة الموجودة في وسط الشاشة نعم إذن فهذا تموقع تموقع خاطئ نمر الآن إلى جيم يخفي الممثل وجه صديقته بحركته إذن فهذا إذن تموقع خاطئ لأن صديقته لن تظهر إذن الطفل يعني صاحب الشعري الأزرق فهو يخفي صديقته بيده وهو يرفرف بالعالم المغربي إذن نمر إلى ثانيا تأمل المشهد مرة أخرى لأننا سنجيب بوضع علامة أو وضع الحرف المناسب في الخاناة المناسبة إذن يغني ويرقص في الخلفية هل موقعه موقع رئيسي أو موقع تانوي يعني الذي يقف في الخشبة ويغني ويرقص في خلفية خلف الممثلين الذين يوجدون في الصفوف الأولى فموقعه موقع تانوي أو دوره دور تانوي بالنسبة للطفلة التي توجد في الوسط وهي تحيي الجمهور فهي توجد في المقدمة إذن موقعها فهو موقع رئيسي نمر الآن إلى ثالثا لاحظوا معي لأننا سندعو علامة الممثلة التي تتكلم وظهرها إلى الجمهور هل سيكون حوارها مسموع أم غير مسموع الجواب صحيح حوارها سيكون غير مسموع لهذا يجب تجنب التحدث بإدارة الظهري للجمهور إذا نمر الآن إلى هذين المشهدين إذا لاحظوا معي فتاة وولد يقومان يعني واقفان ويقرعان أدوارهما في حين أن هؤلاء الثلاثة الآخرون فهم يجلسون ويقرؤون أدوارهم إذن هذين الطريقتين هما طريقة أمريكية والطريقة الإيطالية في القراءة إذن الطريقة الإيطالية يعني تعتمد على قراءة النص جالسا أما القراءة الأمريكية فهي تعتمد قراءة النص والتفاعل معه بطريقة الوقوف إذن سنجيب الآن يقرأ الممثلون الثلاثة أدوارهم وهم جالسون إذن هذه قراءة إيطالية حسن جدا بالنسبة لبا يقرأ الممثل والممثلة دوريهما وهم يتحركان إذن قلنا هذه قراءة أمريكية عندما تقرأ الممثلة دورها وهي تجرب الرقص المعبرة فهذه قراءة أمريكية حسن جدا إذن الآن نحن نميز بين القراءة الأمريكية والقراءة الإيطالية إذن نمر الآن إلى تطبيق والتمرين ما تعلمناه لأشارك في الملحمة في آخر هذا الفيديو وفي آخر الحسة يجب أن أتمرن على ما يلي إذن أتمرن على الحركة المنحنية لتحية الجمهور كما فعلت الفتاة في الصورة المرافقة إذن تمرنوا على هذه الطريقة ويمكنوا إن كانت فتاة يعني تحيي الجمهور بهذه الطريقة أما إن كان ولد فهو يضع يده على صدره أو على قلبه وينحني يعني أقل من الركوع لتحية الجمهور إذن نتمر الآن دقيقتان للتمرن على هذه الوضعية وهي وضعية من خلالها نحيي الجمهور نمر الآن إلى التمرن على وضعية أخرى وهي وضعية المشي الموحد إذن سأطلب من التلميذ واحد والتلميذ اثنان أن يقف قرب الصبورة وعندما أصفق باليد يجب أن يكون متناسي متناسيقين في المشي عندما يسمعون صوتات تصفيق بالكف يقف إذن نجرب هذا التمرين دقيقتان إذن الآن سنمشي ونتوقف عند الإشارة نمشي بخطوات يعني متناسقة وعند الإشارة باليد نتوقف وهكذا نحقق إيقاعا إذن نكررها حتى يتوحد الإيقاع إذن الآن سنبدأ في المشاركة في الملحمة للمشاركة في الملحمة سأقوم بما يلي سأعتمد الطريقة الإيطالية وسأجلس سأخذ كرسي وأعطي وجهي للجمهور وأقول الحوار التالي وهذا الحوار يجب أن أقرأه بشكل فصيح وأنا جالس أو إن كنت فتاة أجلس وأقول هذا الحوار بشكل يعني بصوت مرتفع إذن مثل هذه الطريقة بسم الله لك يا وطني أهدي هذه الورود إذن حاولوا أن تعيدوها يعني عدة مرات وبإلقاء فصيح إذن هذه هي أول جملة سنقولها في الملحمة نمر بكم الآن إلى بعض الكلمات ومرادفتها باللغة الفرنسية فالتموقع نقول له ميزون بلاس التعبير الجسدي إكسبريسيون كوربوريل بعض المصطلحات التي سبق ذكرها الإنشاد وهو نوع من الغناء تغلب عليه الأصوات الجماعية أكثر وتحضر فيه الآلات الإقاعية أكثر من أدوات العزف ويرتبط الإنشاد كثيرا بالمصرح القراءة الإيطالية قلنا تتسم يعني تتم جلوسا وبدون تحركات في حين أن القراءة الأمريكية تتم وقوفا مع المشي والتحرك في الموقع إذن أصدقائنا مروا الآن إلى الإبداع إذن من منكم يقدم لنا رقصة من اختياره سواء كانت عربية أو رقصة أمازيغية أو رقصة غربية أو رقصة صحراوية إذن من يتقن أو من يقلد رقصة رقصة أمازيغية نعم جميل رقصة عربية جميل إذن هكذا الآن كل طفلين سوف يقوم عند الصبورة ويقوم برقصته ثم يطلب من أصدقائه الإجابة إما هل هذه الرقصة التي قدمتها رقصة عربية أم رقصة أمازيغية أم رقصة غربية أم رقصة صحراوية إذن هذا هو المطلوب منا سنحاول أن نتشجع لكي نقلد رقصة إذن نمر بكم أصدقائي الآن إلى الإبداء في قراءة دوري بالطريقة الأمريكية والتي قلنا تتمد على الوقوف أثناء إلقاء النص إذن سأحتاج في هذه المصرحية أو هذا الدور فتاة وولد أو ولدان أو فتتان إذن سنبدأ المصرحية إذن صديقي يعني الذي سوف يتحدث ثم أنا إذن سنرى كيف سنقوم بقراءة هذا النص مع الحركات سنبدأ صديقي من أنت؟ أنا مغربي فخور أنا صديقي كيف هو علمك؟ أنا علمي أحمر وسطه نجمة خضراء صديقي ما شعارك؟ أنا شعارنا الله الوطن الملك إذن نعيد بأعلى صوت من أنت؟ مغربي فخور أنا كيف هو علمك؟ علمي أحمر وسطه نجمة خضراء ما شعارك؟ شعارنا الله الوطن الملك إذن سنتمرن على هذا على هذه المصرحية عشر دقائق إذن نمر الآن للإصغاء إلى الحوار ثم بعده سننشد ما يلي مغربي فخور من قديم العصور عالمي رفراف بلدي مدياف مالكي محبوب عشقه في القلوب شعارنا التروب الله الوطن الملك مغربي فخور من قديم العصور عالمي رفراف بلدي مدياف مالكي محبوب عشقه في القلوب شعارنا التروب الله الوطن الملك إذن المصرحية ستبدأ من أول شيء وهو قلنا الجلوس وقول الجملة المعبرة ثم بعده سننتقل إلى الحوار ثم بعده إنشاد هذه القصيدة بالترتيب إذن الآن أصدقائي سنتعرف على بعض الفنانين المغاربة من بينهم جاد الملح فجاد الملح هو كوميديون وفكاهيون مغربي من موليد سنة 1971 بالمغرب تابع درسته في تانوية اليوطي بمدينة الدار البيضاء التحق سنة 1992 بمدرسة فلوران بفرنسا لمتابعة تكوين احترافي في مجال فني التمثيل كما أخذ تجارب أخرى في مجال التمثيل السينمائي حققت عرضه الفنية متابعة واسعة لدى الجمهور في دول مختلفة مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية الآن الصوير 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 الأخرى يعني طفل مغربي يحاول تقديم أو يقدم مسجد الحسن الثاني للسياح إذن سنحاول أن نبدأ حوارا قصيرا لكل صورة ثم سنتلفظه ونسحبه بالحركات وخاصة بالطريقة الأمريكية ثانيا أعبر جسديا عما يأتي أقف مستقيما ثم أجرب ميكروفونا وهميا أسخن صوتي ثم أشرع في الغناء النشيد الوطني بالهم هامات فقط فأن نقول مثلا ثم سأقوم أثناء الهم هامة سأقوم بحركة رجلي تضبيط الإقاع وحركات الجسدي يجب أن تعبر على حساسة الإنشاء إذن إلى هنا أصدقائي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر